السلام عليكم ورحبا بكم في فيديو جديد على القناة اليوم رانا 22 نجوة من سنة 2021 نقول لكم أن اللجنة لم تعقد أي اجتماع من الدراسة ملفات وكلاء السيارات إلى غاية الآن حبيت أن أذكر كذلك من خلال هذا الفيديو أن 30 نجوة سيكون تاريخ حاسم لدى المواطنين الجزائريين وحتى المصنعين بما فيهم مصنعي السيارات لأنه كامل سمعنا تصريحات رئيس الجمهورية التي أكد فيها أن ملف السيارات سوف يطوى قبل 30 نجوة من سنة 2021 كنا ثقة في تصريحات رئيس الجمهورية ومتأكدين أنه ما راحش يرجع المواطنين الجزائريين خيبين والأيام القليلة المقبلة راح تكون صفعة قوية لكل المشككين في تصريحات رئيس الجمهورية إن شاء الله كما نطلب من وزير الصناعة محمد باشا استدعاء أعضاء اللجنة التقنية في اجتماع طارئ خاصة وأنه جواء ما بقالوش بزيف ويخلاص وهذا الوزير رأي يبذل مجهودات كبيرة في القطاع التاع ونتمنى كذلك يزيد يحرص على موضوع السيارات على الرغم من العراقيل والناس هذيك اللي راح تشوش على الوزير هذا لكن حابين نقولولو فقط أنه كل الشعب الجزائري راه معاك ورح يسندوك في الموضوع هذا راكم فاهمين وش يقولكم مشوشين راكم ممور راكم فاهميني وش راني حاب نقول نتمنى من وزير الصناعة وكذلك رئيس الجمهورية يكونوا بالمرصات للناس هذي اللي راح تشوش على موضوع استيراد السيارات الجديدة هذا مكان وان شاء الله يطلقوا الاختمادات الاسبوح هذا ولا قبل المهم 30 جواب باش ما يباحش كلام رئيس الجمهورية والسلام عليكم